لمناقشة ملف استهداف النازحين والمنظمات الإنسانية في العراق تنضم إلينا عبر الهاتف من عمان الناشطة الحقوقية إيناس زايد أستاذ إيناس مرحبا بكم يعني منظمات إنسانية غير حكومية في العراق تخشى أن يكون انتقادها العلني لعمليات إعادة النازحين سببا في منع دخولها إلى المخيمات هنا لماذا تخشى السلطات الحكومية انتقاد عمليات إعادة النازحين؟ نعم مساء الخير خوف السلطات الحكومية من الانتقاد المواجهة من قبل المنظمات سواء المحلية أو الدولية لا يمكن أن يفهم ولا يقرأ إلا في السياق أنها تريد إغلاق ملفات النازحين دون الكشف عن الانتهاكات القانونية التي تحدث بحق هؤلاء النازحين لا يراد لهذه الانتهاكات أن تقشف لا يراد لها أن يتم الحديث عنها أو حتى تسليط عليها من قبل المنظمات المحلية والدولية وهذا الأمر فعليا مكلق لأن الانتهاك بحد ذاته وارتكاب عمليات التهجير القصري أو العودة القصرية لهؤلاء النازحين وأيضا تكميم الأفواه ومنع المنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية من الحديث عن هذا الموضوع هذا فعليا انتهاك مركب لا يمكن أن يقبل في دولة تقول أن لديها سيادة القانون وأن لديها الديمقراطية لا يمكن أن يفهم هذا الأمر إلا في غطاء تفتر عن جرائم وهذا الأمر مرفوض على صعيد الحكومة العراقية طيب أستاذ إيناس المنظمات الإنسانية أكدت بحسب وكالة الأنباء الفرنسية تعرضها لضغوطات وترهيب لكن هنا ما تداعيات تحويل بوصلة الاستهداف الحكومي إلى المنظمات الإنسانية على ملف النازحين بشكل عام يعني يبدو أن هناك استهداف واضح لملف النازحين في هذه المرحلة وهناك العديد من المخيمات التي أزيلت والتي تم إنهاء وجودها في وقت قياسي جدا حتى أن هناك بعض النازحين لم يعطوا فرصة أن يقوموا بترتيب أشياءهم أو أغراضهم أو حتى تهيئة المسكن المناسب لهم في المكان الذي سينتقلون إليه لذلك فعل ما يبدو بأن لدى الحكومة العراقية أولوية إنهاء ملفات النازحين أو تهجيرهم أو حتى إعادتهم إلى بعض المناطق وهذا الأمر يعني يدعمه عندما الحديث عن هذا الموضوع ولذلك تسلط الحكومة العراقية يعني النظر والضوء اليوم على كل من يتحدث في هذا الملف ربما يعني على سبيل المثال ويعني ما شاهدناه من اعتذار بمسؤولة الشؤون الإنسانية تابعة للأمم المتحدة عن الحديث عن هذا الملف مع إحدى القنوات هذا الأمر مؤشر خطير يدل بأن هناك سياسة ترهيب وتخويف وأن هناك تهديدات تلحق المتحدثين الرسميين بإسم منظمات دولية ومحلية وهذا الأمر لا يجدر السكوتة والصمت عنه لأن حرية أيضا التقصي الحقائق وأيضا رصد الانتهاكات هذا الأمر لا يمكن أبدا أن يوضع له قيود أو حدود في هذا السياق لنتوسع أكثر منظمة هيومن رايس ووج طالبت السلطات في العراق بعدم إجبار النازحين على العودة إلى مناطق تعرضهم للخطر مرة أخرى لكن هنا ما هي الخيارات المتاحة للنازحين في ظل هذا التجاهل الحكومي لأصوات المنظمات الحقوقية للأسف أن النازحين لا يملكون أي خيار هناك إجبار لهم على مغادرة المخيمات التي يسكنها والتي بالمناسبة هي تفتقر لأدنى مقومات الحياة الكريمة ومع ذلك هم لا يدرون إلى أين مساقهم بعد هذا التهجير وأيضا من أصوات المواطنين الذين صدقتهم بالتقرير هم يريدون فقط الأمن يريدون الحياة الكريمة لا يمكن أبدا إجبار أي نازح على الخروج من المخيم للذهاب إلى مكان أخطر أو قد يلقى فيه تعرض لحياة الشخصية أو تهديد لأمنه الشخصي هذا الأمر مرفوض وفقا للقانون الدولي بالإضافة إلى أن أي حل يطرح في ملف النازحين يجب أن يكون مستدام لغاية اليوم الحكومة العراقية لم تقم بتأهيل وإعادة إعمار المساكن التي دمرت بفعل تحالف الدولي وقوات التحالف الدولي لم تقم أبدا بتهيئة البنية التحتية من أجل استقبال هؤلاء اللاجئين وأيضا لم تقم بفرض الأمن وأيضا فرض هيبة القضاء واستقلاليته في تلك المناطق الأمر الذي يشعر المواطن أو النازح بالأمان عند الذهاب إلى تلك المناطق لذلك نتساءل نحن كناشطين حقوقيين لماذا هذا الإصرار من قبل الحكومة العراقية على عودة النازحين في هذه الظروط لماذا لا يتم تهيئة الأماكن بداية ومن ثم الحديث عن نقلهم وإعادتهم إلى مناطقهم أستاذ إناس قائم مقام سنجار محمى خليل في محافظة نينوى أكد أن هناك ميليشيات وقوى وصفها بغير شرعية هي التي تمنى عودة النازحين الراغبين بالعودة إلى مناطقهم لماذا لا تعمل السلطات الحكومية في بغداد على عودة هذه الشريحة من النازحين تحديدا أولا ملف أو وجود ميليشيات لغاية اليوم ميليشيات مسلحة في العراق هذا أمر مسؤولية كاملة عنه الحكومة العراقية لا يمكن أبدا لأي فئة أن تحمل السلاح إلا القوات الحكومية العراقية وصمت وقبول الحكومة العراقية على تواجد تلك الميليشيات هذا بحد ذات ويحملها المسؤولية في هذا الصدد ولكن إذا أردنا القول بأن الأهداف المرجوة من وراء منع بعض الأشخاص من العودة إلى مناطقهم وبالتالي منع العودة الطوعية فهذه ازدواجية المعايير اليوم نرى بأن الحكومة العراقية تجبر بعض الأشخاص للذهاب إلى مناطق تفتقر للأمن والحياة الكريمة بالمقابل نجد بأن هناك ميليشيات تمنع الأشخاص الذين يودون الرجوع إلى مناطقهم من الرجوع إليها لذلك هذه الازدواجية مرفوضة ولا تقبل وتتحمل الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن أي انتهاك ترتكب في هذا الصدد من عمان الناشطة الحقوقية إناس زايد شكرا جزيلا لكم